ومستمرين مع حضرتكم طيب من مقر إقامة الفريق خلينا نروح لموقع يلا كورة ومرسلتنا نورهان طمان نتابع معاها بقى آخر الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة نورهان أنا بصبح عليكي أنا وكريم وهيكون معها كمان دفنا العزيز الكاتب الصحفي أيمان جيلبيرت المدير النشر بموقع يلا كورة وهتهللي معا المنشطات اللي معاكي ولكن أنا عاكز من المنشطات دي فكرة هنا نحن كنا مبارح بنتكلم عن هذا الملف اليد والإصابة اللي هي حصلت له في المطش اللي كان خلال دينمارك وكرواتيا يعني أو كرويجيا عايزين نعرف هل هيشارك في إن شاء الله المباراة مع مصر غدا ولا لأ خلينا نعرف التطورات في هذا الملف تفضلي يا نورهان صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان فعلا يا نهواند معنا خبر النهاردة يخص لندن حارس مرمى دينمارك ولكن خلينا قبل ما نروح لأخبارنا يعني نفكركم بأبرز مباريات اليوم الساعة خمسة النهاردة المقولين وسموحها على ملعب المقولون العرب وطبعا زي ما احنا عارفين الساعة سبعة ونص نادي الأهلي هيواجه نادي بيرامتز في المباراة المرتقبة في الجولة العشرة من بطولة الدوري المصري نروح بقى لأخبارنا ويمكن أول خبر معنا من موقع يلا كورة ملف يلا كورة توصيات اجتماع اتحاد الكورة والثمانية الكبار في منديال اليد كان فيه عدة قرارات اتخاذتها اللجنة السلسية اللي بتديه الاتحاد المصري لكورة القدم طبعا برأس السيد أحمد مجاهد امبارح بعد اجتماعها مع الأندية واللي كان أبرزها هي عودة الحراس الأجانب مرة أخرى أو السماح بتواجد الحراس الأجانب مرة أخرى للدوري المصري طبعا بعدد خمس أجانب لكل فريق في بعض التفاصيل اللي هنقشها مع طبعا أضفنا العزيز أيمان جلبرتو زي ما نواهت نهواند في بداية الفقرة المسؤول عن النشرة ومحتوى هنا بموقع يلا كورة كمان نروح للخبر اللي يمكن الأبرز يا نهواند خبر اليوم السابع الدنماركي إصابة الحارس لندن لا تؤثر على مشاركته أمام مصر يمكن حارس مرمى الدنماركي كان حديث الفترة الأخيرة طبعا مع بدء فعاليات مونديال اليد اللي تستضيفه مصر ولا تنتهي فعالياته في 31 يناير الجاري لندن أدم مستويات فنية طيبة وكبيرة جدا ده أدى يعني يمكن بعض التخوفات من جمهور يعني جمهور المصري اللي بيتابع مونديال اليد طبعا إحنا زي ما عارفين مصر هتواجه الدنماركي بكرة إن شاء الله في دور التمانية على أستاذ القاهرة كمان نروح في الجول مدرب وادي دجلة السابق الدوري يفتقد للملاعب الجيدة ولم أستطع منع بكها من الانتقال للأهل قال بابا فاسيليو مدرب نادي وادي دجلة السابق إنه يمكن الملاعب المصرية بتؤثر بشكل كبير جدا على أداء اللاعبين وبتمنعهم من تقديم كرة قدم ممتعة أما عن انتقال أحمد رمضان بكهم للنادي الأهلي قال إنه كان يتمنى استمرار اللاعب إلا إنه يمكن مقدرش يؤثر على اللاعب في هذا القرار بعد رغبة اللاعب بمرة أخرى إن هو يكون في النادي الأهلي بالرحب بضيفنا طبعا أيمن جلبرتو يعني صحفي بموقع يالا كورا ومسؤول عن محتوى النشر هنا في الموقع أهلا بك أيمن على شاشة قناة النادي الأهلي أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي يمكن هنروح للخبر لندن الحارس مرمى نادي أو منتخب الدنمارك يمكن السوشيال ميديا كلمت عنه الفترة الأخيرة بظهوره بمستوى فني كبير وطبعا معنا من اليوم السابع خبر بيقول أنه غياء يعني إصابته اللي يمكن يعني لحقت به في المباراة الماضية مش هتأثر على يعني تواجده أمام منتخب مصر بكرة طبعا في ماتش الدنمارك الحارس الدنمارك تعرض لإصابة ويمكن المدرب فضل أنه يعني يريحه عشان خاطر مباراة مصر في ربع النهاية طبعا السوشيال ميديا كلها كانت بتتكلم على فكرة إنه زي تفقير كده على الحارس الدنماركي لأنه طبعا من أفضل حراس العالم وواحد من أحسن لعبين في كرة اليد على مستوى العالم بمستوى المميز سواء مع منتخب بلاد أو نادي لكن برضو الحارس البديل لمنتخب الدنمارك وحارس نادي برشلونة وحارس مميز وبرضو واحد من أفضل حراس في العالم نحاول نبعد عن السكة دي شوية نحن نركز في الهدف بتاعنا منتخب مصر منتخب جيد خلاص وحقق الهدف الأول لين هو يتواجد بين التمانية الكبار دلوقتي هو ما عندوش ما يخسروا يلعبوا اللعبة بتاعهم بالحماس بالقوة المدرب يعمل تاكتكس معينة نصلح الأخطاء اللي وقعنا فيها في المباراة القوية لا زي السويد وزي سلوفينيا نقدر إن شاء الله بإذن الله نحن نحقق المفاجأة طبعا غياب الجمهور ده حاجة هتأثر على المنتخب يمكن الصحف في الدنمارك تتكلمت على الموضوع ده تحديدا إن لما واجهونا في المونديال هنا بتاع الشباب سالة تلاتة وتسعين الأمور كانت مختلفة لأن كان فيه ألاف من الجماهير في الإستاد وهم قالوا في الصحف إن ده كان ممكن يبقى بيأثر على الحكم يأثر على يعمل ضغط على اللعبين لكن في وجود مدرجات خالية بيخلي المواجهة بالنسبة لهم أسهل لكن إن شاء الله كلنا ثقة في المنتخب المصري نوى يقدر يحقق نتيجة جيدة ويتأهل إن شاء الله للسيميفاين أيما طبعا مش ينفع ما تكونش معنا ومنسألكش عن رأيك في مباراة اليوم لنادي الأهلي وطبعا بيرامتز مباراة مرتقبة وفيه يعني اهتمام كبير جدا من جمهور الكرة في مصر بالمباراة رأيك فيه يعني يمكن قايمة النادي الأهلي والتشكيل المتوقع من وجهة ناظرك للمباراة يمكن القايمة الحمد لله بتاعت النادي الأهلي متكاملة في النهاردة الغيابات الوحيدة هنقوله يعني محمود وحيد وأكرم توفيق لمشكلة المسحة الطبية بتاعته عودة بدر بنون بالتأكيد قوة لدفاع النادي الأهلي في مباراة زي بيرامتز النادي الأهلي هيبقى محتاج هو يبقى مركز دفاعيا لأن بيرامتز يمتلكوا بعض اللاعبين أصحاب المهارات في الجانب الهجومي المباراة يعني نقدر نقول عايز يطلع للمربع الزهبي النادي الأهلي عايز يبتعد بالصدارة أو أنه يحافظ على مسيرته في الدوري قبل التوقف بتاع كسر في جانب نقدر نقول هو سهل في المباراة أن النادي بيرامتز مش من الأندية اللي هتنزل تلاعب النادي الأهلي بخط كامل في الدفاع عشر لعبين بالكامل في الخط الخلفي وهي طرق الدفاعية الصعبة وبالتالي ده يعني ممكن يساهم أن المباراة تبقى سهلة نوعا لو النادي الأهلي قدر أنه إن شاء الله يصحح الأخطاء بتاعة عدم التهديف في الدقاغ الأولى واستغلال الفرص بشكل أمسل النادي الأهلي يقدر أنه يكمل مسيرته لحق الانتصارات بتاعته وأنه يتواجد في الصدارة قبل طبعا المشاركة في كسلة عامل الأندية ومباراة الدحيل اللي كلنا بننتظرها لكن المباراة النهاردة بالتأكيد تبقى صعبة مرتقبة مسيرة حماسية إن شاء الله أنا أتمنى التوفيق للنادي الأهلي طيب نروح يا أين بقى الملف يلا كورة اللي إحنا يمكن كان أول أخبارنا ويعني قرارات اتحاد الكورة بعودة مرة أخرى أو ظهور مرة أخرى للحراس إلى جانب بعد ما كان في عشرين وعشرة كان تم يعني منع إنه يكون في حارس مرمى أجنبي بدعوة إنه ده هيأثر على منتخب مصر رأيك في القرارة يمكن دي من التوصيات اللي الناس تتفاجئت بيها في الاجتماعي التحاد الكورة مع مسؤولي الأندية مبارح توصية إن عدد اللاعبين الأجانب هيبقى خمس لعيبة دون تصنيف يعني ما فيش فكرة إنه لعب شمال أفريقي أو لعب فلسطيني أو لعب سوري يعملوا كلاعب مصري في القائمة وكمان دون تحديد مراكز فده اللي تم استنتاجه إنه خلاص الفكرة بتاعت إن حارس مرمى أجنبي ممنوع في الدور المصري هيتم الانتهاء العمل بهذا القرار اللي زي ما أنت قلت هو قرار تقريبا يعود من 12 سنة كان كابتن سامير زير رحمة الله عليه يعني اتخذوا وفقا اللي قيل وقتها إن كابتن حسن شحاتة المدير الفني المنتخب مصر في ذلك قلوق طلب إن يتم منع وجود الحراس الأجانب في مصر عشان ده عمل مشكلة بالنسبة لمنتخب مصر لأنه وقتها ما كانش فيه غير عصام الحضري ويعني عبدالوحد السيد عبدالمنصف لكن المواهب نفسها في حراس المرمى كانت صعبة الفترة دي كان في مصر فيه حراس مميازيني ممكن أبرزهم كان الكاميروني كاميني حارس مرمى حارس الحدود وكان وقتها كمان فيه كلام إن النادي الأهلي بيتفاوض معاه لكن طبعا لما طلع القرار ده في الوقت ده الموضوع كان صعب والأهلي بعد كده تعاقد مع الحارس الفلسطيني لكن كان بيعمل معاملة المصريين كابتن رمزي صالح من وجهة نظري فنيا القرار بالتأكيد من المفترض إنه بيساعد الأندية اللي هي ممكن يكون عندها مشاكل في حراس المرمى أو معندهاش مواهف الناشئين إن هي تستقدم حراس أجانب ولكن من الوارد إنه برضو يأثر على منتخب مصر يمكن طوال الفترة اللي تطبق فيها القرار بتاع منع الحراس الأجانب كان برضو عصام الحضري هو اللي موجود على الساحة ظهر بعد سنوات طويلة الكابتن محمد الشناوي معه يعني الكابتن محمد أبو جبل الكابتن محمود جنش لكن حالياً هو الشناوي هو الأبرز هو حارس مصر الأول لكن بنقول إنه ظهر بعد سنين من القرار ده فأعتقد يعني هيبقى فيه قيل وقال لكن من وجهة نظري أنا المنتخب بالنسبة كبيرة ستتأثر لو الحراس الأجانب في مصر بقى عددهم زائد عن الحد طيب كمان في ملف يلا كورة يعني فيما يخص الفار تقنية الفار يعني واضح أن فيه مشكلة فيما يخص تطبيق تقنية الفار هذا الموسم رأيك إيه يعني أنت شايف أنه تقنية الفار كان يعني أثرت سلبا ولا إجابا على دوري مصري بشكل عام بالتأكيد وجود تقنية الفار في الدوري المصري حاجة إيجابية حاجة كويسة العالم كله بيدور إزاي أنه يبقى موجود التقنية دي في الملاعب بتاعته لأن هي بتساهم في أن الأخطاء التحكمية تقل بشكل كبير الجدل على القرارات الاعتراضات طبعا أي فريق ما يحبش أنه هو يخسر بخطأ تحكيمي وبالتالي وجود الفار كان مهم جدا في الدوري المصري فكرة عدم استكمال الدوري يعني وينهاء العمل بالفار لمشاكل بقى مع الشركة أو لأي سبب آخر أعتقد ده هيأثر سلبا على المسابقة وهيبقى فيه مشاكل كتير فالأفضل أن من دلوقتي اللجنة السلسية تدور على حلول لهو فيه مشاكل إدارية أو أي مشاكل معاينة تخص التعاقد مع الشركة الحالية اللي بتورد أو بتتيح لنا استخدام تقنية حكم الفيديو يكون فيه بديل سريع عشان يستكمل الدوري بها يمكن هم القرار الخاص بكاس مصر ماشي يمكن أدوار الأولى في الكاس ممكن يتم التعامل مع الأمر بدون تقنية فيديو لكن في الدوري أعتقد الأمر يبقى صعب جدا أن الأندية تتحمل أن البطولة تستكمل غير فار وكمان هيبقى حمل كبير على اللجنة السلسية ولجنة الحكام لأن احنا دلوقتي بوجود الفار شايفين أن فيه أخطاء تحكمية مؤسرة نادي الأهلي أصدر بيان من أيام بخصوص الأخطاء التحكمية الفجة حتى برضو نادي زمالك أصدر بيان عدد من رؤساء الأندية اشتكى وبالتالي الأفضل للجنة السلسية حالان هي تفكر سريعا في بديل الشركة الموجودة حالان لو التعاقد معها صعب ويتم استخدام الفار فيما تبقى مبورات الدوري بشكل طبيعي ده أفضل لها وأفضل للأندية طبعا سؤال أيمن جلبرتو بشكرك جدا على المعلومات بالأخبار اللي معانا شكرا لكم جدا وعودة للاستود طب تسمحي أسألك آخر سؤال بس لديفك كمان يا نورهان بعد إذنك قبل ما نختم معاك لأن أعتقد دي نقطة هتكون مهمة فكرة هنا التوصيات اللي كانت صدرة بالأمس من اتحاد الكرة وبند تحديدا الجدارة الرياضية أنا عايزة أن أنت تسألي هولنا عن هذا البند هل ده بنتكلم هنا ده يعني التوصيات دي تمهيد لشيء ما يعني عايزين نفهم بالزبط التوصيات فيما يخص فيما يخص يعني الجدارة الرياضية يعني اتحاد الكرة بالأمس أصدر بعض التوصيات هذه التوصيات كان منها الحديث حول بند الجدارة الرياضية فهل التلميح على هذا البند ربما بيعكس مثلا خطوة أو فيه شيء حنكتشفه في الفترة اللي جاية فياريت بس لو تسألي لنظيفك تفضلي يا نورهان ايمن انا هواندي بتسألك عن قرارات أو بعض توصيات اتحاد الكرة فيما يخص الجدارة الرياضية انت شايفها ازاي لا يمكن الجدارة الرياضية تم يعني الاستعانة بالمبدأ ده في بعض الدوريات الموسم الماضي زي مثلا الدوري الفرنسي لما تم إلغاؤه واعتقد الدوري الهولندي والدوري البلجيكي تم الاستعانة بحسابات معينة حسمت ابطال الدوري هناك لما تلغى طبعا دي كانت المعضلة عندنا هنا الموسم الماضي لندي الأهلي كان متصدر بفرق كبير جدا فكانت الأزمة لو دوري تلغى هل أهلي هياخد اللقب ولا زي المواسم اللي تلغى قبل كده لكن اعتقد ان الجدارة الرياضية وجوده ده مهم ولكن لازم يبقى فيه حسابات دقيقة جدا لان مشكلة الدوري المصري ان التأجيلات فيه كتير خصوصا بعد يمكن تم شوية السماح ان ممكن يبقى فيه تأجيلات لبعض المباريات لو فيه خمس حالات كورونا وعكس قرار بتاع الستاشر حالة وبالتالي وارد ان المنشاط كمان تتأجل أكتر النادي الأهلي الفترة اللي جاه بقى عنده برضو عدد من المؤجلات بسبب كاس العالم للأندية وبعد كده فيه السوبر الأفريقي وبالتالي لازم يكون فيه حسابات دقيقة جدا عشان لو لا قدر الله حصل أي ظرف طارق وكانت الجهات هنا في مصر رأي تن استكمال الدوري أمر صعب لما يتم الاستعانة بمبدأ الجدار الرياضية ما بقاش فيه ظلم لأي نادي سواء الأندية اللي بتنافس على القمة والتتويج بالدوري والمراكز المؤهلة للبطولة الأفريقية أو حتى الأندية اللي هيتم هبوطها للقسم الثاني لأن الجدار الرياضية مش بس أمر متعلق بالتتويج بالبطولة ولكن للأندية اللي هي يعني بتنافس على الهبوط وبالتالي لازم الحسابات تكون دقيقة جدا يتم عمل حساب موضوع لو فيه مؤجلات لو مثلا نفترض أن فيه نادي متأجله ثلاث أو أربع مباريات وحصل لقدر الله نفيه إلغاء للدوري إيه اللي هيحصل النادي ده من الوارد النادي ده لو كسب المؤجلات موقفه يتحسن في الدوري سواء كان بنتويج أو في الهبوط فالمبدأ ده نفسه لازم يتم مراجعته يتم وضع حسابات دقيقة جدا نستعين بالتجارب اللي هي في أوروبا نشوف عمله إيه في الموضوع ده وبالتالي لو لقدر الله لجأنا للسيناريو ده تبقى كل الأندية الموضوع واضح قدامها ما يبقاش في نادي معترض ويعني نتمنى أيمن وشكرا لكم جدا ودي طبعا زي ما يعني قدمنا لكم دي كانت أبرز أخبارنا هنا وده كان تعليق الزميل العزيز أيمن جلبرتو على بعض أخبارنا وكان يمكن كمان يعني قدنا رأيه المفصل فيما يخص قرارات اتحاد الكرة المصري الأخيرة شكرا لكم جدا وعودة للأستوديو شكرا